ازاي جوا يا جماعة عاملين ايه طبعا انتو فاكرين المشكلة اللي كانت حصلة معانا في الدرس اللي هي بتاعت وانا روحت على الانمي هيلس اللي هي بتاعت طيب ليه ريموف ار بي لان ريموف ار بي بيعمل مشاكل ما حاجتين مع ما بقدرش ياخد اي اي دايناميكس من الرجب بادي اللي بتعمل لها اي دايناميكس بادي بتعمل لها ما بيقدرش ياخدها منها دي اول مشكلة مش دي الكيس بتاعتنا مش دي المشكلة بتاعتنا المشكلة بتاعتنا ان روموف ري شبادي مش قادر يشوف الالالالاش فتا ارتفع الامع الف�� اسفلarl تحيطة ٦ لأنه سنتحيول علي ملك ارتفع كل بعض البرنامج وحقا، هذا هو sync حاجة عند شغالة تمام ما فيش اي مشكلة خاصة. ولكن انا هعمل نسخة تانية من الانمي. شايفي? هعمل نسخة تانية اهي? هاخد كل النسخة اللي موجودة هنا. كلها كده. واضغط shift d. واروح. ايه اللي انا مش محتاجه من النسخة دي مش محتاج البرده. مش كده كده مش محتاجه. اوكي? هنمسح. يبقى انا عندي النسخة بتاعتي موجودة هنا. اه هي دي النسخة اللي انا عايزها. طيب. النسخة دي وزيفة هتعمل ايه? اول حاجة خالص انا ده. مش هخلي دي نامك. هخليه عادي. ما يبقاش لي اا ما يبقاش لي اا خاصائص فيزيائية يعني. تمام? اول حاجة هشئل الرجل بادي بتاعته. يبقى انا كده دي اول حاجة عملتها. طيب. بعد كده هعمليه. طبعا انا هتأكد من التسميات. انا كده كده محتاج التسميات. وكده كده احنا هناخد التسميات بالطريقة معينة. فتعالي نبدأ نشوف ان اول حخلص. احنا مش محتاجين. نبدأ نشتغل على الاكشن بالشكل ده. طيب. هنيجي نقول له ايه? انا عايزه هيعمل سبون. سبون للارماتر ده. سبون للوبشكت ده. ده هيعمل له سبون يعني اول ما ييجي اول ما العلامة ديته تبقى صح هيعمل سبون لده. وبعد كده هيمسح ده. هيمسح الاولاني. هيمسح نفسه. هيمسح نفسه. نفسه. طيب. ده انا ممكن نعمله ازاي. احنا قلنا دايما ان الرمو ببجيك بتبقى في الاخر. طيب. احنا ممكن نعمل ده بطريقة كده لزيدها. اولا هنعمل سيكونس. اوكي. هنطلع من السيكونس اتنين. وهنشغل مرة ده. وهنشغل مرة ده. فبالتالي الاردر اللي طالع هيشتغل في نفس الوقت على ده وعلى ده. اوكي. طيب. عشان كده كده مش هحصل معنا مشكلة في البرنامج ومش هيفعم الدنيا غلط. تمام? اما لو انا كنت خليتي اشتغل اي فانكشن هعملها تشتغل بعد رمو بوبجيك لأ ممكن يحصل فيها مشاكل ومش هيقرها صح. طيب. طيب. تعال نشوف الدنيا تعملها. طيب. انا محتاج ان اول ما ده يبقى صح ده هيتعمل له رمو بوبجيك طيب. وبعد ما ده هيتعمل له رمو بجيك تعمل ايه? هنقول له اعمل سبون. سبون اوبجيك لأيه? اول سوريا. احنا قلنا اول ما ده لان الانمي هلس على ده. اول ما ده يتعمل له. احنا نسعنا نعمل حاجة. نسعنا نشيل الانمي هلس اللي موجودة هنا. اللي موجودة فيه في الابشكت ده. هنشيله من هنا. قل له كده. تمام? فحنا نجي على ده كده جهاز. المهم. اول ما ده يبقى يعني ده وهو بيموت هيعمل اوبجيك حيعمل ايه هي? هي اخطر اوبشكت ده. هي خطر. هي اخطر الابشكت ده. طيب هي اخطر الابشكت ده. فين هيحطه مكانه فين? هقول له اجيت ترانسفورب. اهو واختار الابشكت ده. طبعا انا مش لازم اختاره ليه مش لازم اختاره لانه هو هيشتغل لان هيشتغل على الابشكت اللي محطوط فيه طيب هيعمل هيجيب ده وبعد ما يجيبه هيريح اخليه ريح سانيتين وبعد السانيتين ده هيتمسح صح طيب قبل ما يعمل السانيتين وده يتمسح لأ هنعمل حركة لازيزة عايزين نعمل بلاي اكشن هناخد نسخة من ده كده شفت دي وهنقول له انا محتاجك هتعمل بلاي اكشن بلاي اكشن انت هتعمل بلاي اكشن ليه بالزبط هختار الابجيكت اللي طالع من هنا وهيعمل هيستخدم صح وبعد كده اول ما يعمل ده يشغل دول صح طب تعالى نشوف الدنيا يتيبش ازاي وهلا هيحصل عندنا مشكلة ولا تعالي نعمل بلاي ونشوف ايلا هيحصل انا ده اقول له بس عشان احل المشكلة اللي حصلت معي انا مش عايزة الرسولات هو في حاجة هو مش قادر يقرأ الخصائص بتاعتها اوكي اا قال المشكلة عندك هتبقى فيه اللي اكشن فرون نوت يبقى تعالى اول حاجة اروح نبص على اللي اكشن فرون نوت اول حاجة اللي اكشن ده اه المفروض ان احنا كده كده خلاص احنا شلنا ده صح فالمفروض مش هنشغل اللي اكشن ده لان انا انا اشغل لي انا اشغل مش عايزة اشغاله اصلا تمام? مش عايزة اشغل لانه هيشتغل مع النسخة اللي هتنزل اللي هتعملها هالمفروض هشيلده كده وهامسح ده مش عايزه. اتعال بس هنشوف حاجة. في حاجة بقى تانية. في مشكلة تانية اهي انا جبت اللي جيت شايلد ليه? لان دلوقتي فين? اه. طيب هو لما يعمل ويشغل الانيمي هيلز كده هو هيشغله على ده لان ده اللي اتعمله ولكن الانيمي هيلز او الانيمي ديس بيشتغل على الارمتر. لو انتم فاكرين في الدرس اللي فات ده بيشتغل على الارمتر. مش بيشتغل على الابجيكت. فانا هاعمل حاجة فانا اقول له يا عام هاتل الجيت شايلد ده اللي اصلا يحتوي اسمه على اه ارمتر. ويشغله هنا. وحطه هنا. كده لحلت المشكلتين. المشكلتين اللي كان عنده حلتها. تعال نعمل ونعمل بلاي ونشوف النتيجة عندنا في هاته. اه اه هاته راعمل تاني. اه اه. اه هنعمل حاجة هنا. لازم ازبzt animatic من وجود في وسط الويندو اللي بتفتح. او مش في وسطها يعني دهها كده ولازم اضرب اول مفتح على طوله عشان ادينا تشتغل لو انا عملت كده بص ده يموت انا بضرب اهو خلاص بعد بعد بتعدي منه الرصاصة بعد بتعدي شايفين اهي خلاص يبقى انا دلوقتي لو جيت على ده وشلت الماتريل خالص خليتها صفر وعملت وعملت بلاي هتلاحظ دلوقتي ان الجسم عندي اللي باين بتعمين بتاع الكاركتر بتاعنا تعالى نشوف شايتين اهو 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 ده مات وده كمان مات انا ممكن اعمل حركة سغيره كده بس علشان ابقى شايف هو هو بيضرب فيني يعني شفتي ايه شفتي اس كورسو تسوليكتت شفتي ايه اه كيوب كده بس كده وهاخد الكيوب هنا كنترول بي عشان يبقى بيرنت عشان ده انا عملتو بيرنت بالراس على فكرة انا عملت الكيوب بيرنت بالراس طيب تعالى نبدأ نعمل كلين نعمل بلاي وابل ما نعمل بلاي هنروح على البولت لا انا كنت عايزة اروح على البولت الاول في حالي انا عايزة تنسح لا اه ممكن نمسح ده طيب هنروح على اه طبعا ده ده المنطقة دي كلها عايزة تمسح مش محتاجينها تعالى هنشوف لما نضغط على اهو اه لما نضغط على هنخليه دون وكده كده هنحط له طيب وعملين الدقيق تعالى نعمل كتين ونشوف النتيجة طبعا عاملة ازاي اهو اه اضرب ده مات اهو يعني مش بتققي هنا ودة كمان مات طبعا احنا كده كده انا بنحط حاجة ونحن نشغالين عشان تبقى تبقى بين قدامنا في الشاشة طبعا من الدنيا هنا مش واضحة برضو لسه لازم الكاميرا تبقى واضحة اه 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 قدام الكراكتور زي ما احنا كنا ما علينا احنا دلوقتي قدرنا ان احنا نعمل نموات الكاركترات وفي نفس الوقت الحل المشكلة اللي كانت حصلة معنا وقرينا مشكلة تانية وحلناها برضو واحنا شغالين فدي الدرس ده كان بس بفكسي بالمشكلة اللي حصلت معنا المرة اللي فادت وهنكمل مع بعض في درس القادم سلام